بارك الله فيك الأخ السماعيل من الزاوية تقول يا شيخنا كثروا الكلام في القنوات وفي الإداعات وغيرها عن الساحر وعقوبة الساحر يعني نبوي شيخنا قول الجمهور في عقوبة الساحر مع عقوبته أو حكمه يعني الساحر الذي تبت عنه السحر حكمه عند أكثر العلماء هو القتل الشافيين إذا كفر بسحره أو إذا قتل بسحره ولكن لا يقتربهم جرد السحر لكن أكثر العلماء على أن الساحر حده القتل لكن الآن الذي يحصل من جدل هو تخوف مما يحصل الآن في بلادنا هل هذا الموضوع محاربة السحر هو منضبط وجدي وفعلا يراد منه يعني يعني محاربة هذه الظاهرة الهدامة الظاهرة المؤدية الحقيقة أم أن وراءها ما وراءها هذا هو الجدل الذي يحصل أما كثير من من ينتقد ما يحصل الآن ينتقد مثلا نبش القبور بدون يعني هناك جوانب لابد أن تكون قضائية لابد أن الجهات المسؤولة هي التي تشرف على نبش القبور مثلا أما مجرد كلام أو شك أن هذا القبر فيه سحر لا يجوز أن ينبش القبر بناء على ذلك يعني فهناك أمور في أصلها هي صحيح حكم شرعي والسحر حق ولاه تأثير لكن بما قدره القدير وقد ورد عن الصحابة يعني حفصة وعمر بن خطاة حفصة قتلت حفصة أم المؤمنين ثبت عنها أنها قتلت ساحرة كما رأى وذلك مالك في الموطة وغيره وعمر بن الخطاب أيضا أرسل إلى عماله وقتلوا كل ساحر لكن هؤلاء مسؤولون لكن أن الباب يفتح في الفوضى الموجودة في بلادنا فهذا هو التخوف يعني ويأتي ناس أحيانا بدافع الغيرة أو بقلة العلم أو الله أعلم يعني بالدوافع يعني ينبشون القبور وحتى القبر لا وحرم لا يجوز لك أن تنبشها وبمجرد الشك يعني الآن أنت تجب أكرمكم الله مثلا كما حصل في بعض الحوادث الأيام الماضية فأرى ميتة في القبر يعني هذا السحر ما قال أنه سحر مثلا يعني فالأمر هو في الإشكال الذي يحصل الآن في الأيام الماضية والجدل الحاصل المفروض أنه لا يكون في حقيقة السحر وأنه جريمة وأن عقوبة القتل وكم من أناس عانوا من السحر السحر التفريق والسحر يرتب عليه أمراض في أناس قتلوا أنفسهم بسبب السحر الذي جعل له فالسحر حكمه في الأصل القتل وبدون استتابة على الصحيح لكن نحن يعني نطلب أن يضبط الأمر حتى قضائيا مثلا فيها دماء وفيها حرومات يعني لا يترك الأمر في ظل الفوضى والانفيلات الموجود في بلادنا وانتشار السلاح والكتائب المسلحة وثم يقال نحن نريد أن نحارب يعني نحارب مثلا ظاهرة السحر أو نحو ذلك نحتاج إلى ضبط الأمر فقط ولا ننكر وجود السحر ولا أثره ولا عقوبته من حيث أصل الحكم الشرعي والله وتعالى ترجمة نانسي قنقر